إن رحمة الله تصيب كل خلقه فقد وسعت جميع الخلق إلا أن نصيبه من الرحمة متفاود فكلما زادت أسباب الرحمة فيك كان نصيبك منها أعلى ولذلك نبَّه الله تعالى في كتابه إلى السبيل والطريق الذي تنال به رحمته جل فعلا الذي تدرك به هذه الرحمة التي يدرك بها الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة فالجنة هي رحمته جل فعلا كما قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي